في تصريحات تتقاطع مع تأكيدات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن روسيا اتخذت قرارا بغزل أوكرانيا وزارة الدفاع الأمريكية تتحدث عن وضع قسم كبير من القوات الروسية في وضع هجومي مسؤول في البنتاجون أعلن أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية مشيرا إلى أن عدد القوات الروسية المنتشرة حاليا شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها يقدر بأكثر من 150 ألف جندي من جانبه جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين التأكيد على قرب حصول الغزو الروسي لأوكرانيا واستنشدد على أن غزو روسيا لأوكرانيا ليس خدعة حيث يمكن لروسيا الهجوم في وقت قريب مشيرا إلى أن الجيش الروسي أصبح مستعدا عسكريا ولوجستيا لأي عملية عسكرية رغم أن أوكرانيا ليست عضوا في حلف الناتو إلا أن وزير الدفاع الأمريكي يصر على أن بلاده متمسكة بالبند الخامس من ميثاق الحلف الدفاعي عنها هما الذي ينص عليه هذا البند وفقا لمعاهدة حلف شمال الأطلسي التأسيسية التي تم التوقيع عليها في عام 1949 ينص البند الخامس على أن الاعتداء على أي دولة في الحلف يمثل اعتداء على كل الدول الأعضاء وبمجبه يجب على الدول الأخرى في الحلف دعمها في التصدي للهجمات المسلحة ويظل هذا الالتزام راسخا وملزما ضمن اتفاقية الدفاع المشترك وفي صميم المعاهدة يعني الدفاع الجماعي أن الهجوم على حليف واحد يعتبر هجوما على جميع الحلفاء ويمكن للحلفاء تقديم أي شكل من أشكال المساعدة التي يرونها ضرورية للرد على الموقف الحاصل حلف الناتو استخدم البند الخامس لأول مرة في تاريخه بعد هجمات الحادية عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة ومن بعدها اتخذ الناتو إجراءات دفاعية جماعية في عدة مناسبات أخرى مثل الرد على الوضع في سوريا وفي أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية ولدى الناتو قوات دائمة في الخدمة الفعلية تساهم في جهود الدفاع الجماعية للحلف على أساس دائم اشتركوا في القناة